بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي طربة السادس الأدادي فرعيه العلمي والأدبي ومرحبا بكم في لقاء جديد وأصابنا الكلام للدرس الثاني من الوحدة الخامسة والأخيرة من قصص القرآن الكريم قصة نبأ الفاسق طبعا بالبداية يحطيكم مقدمة يشير فيها إلى شنو غزوة بني المصطلق غزوة بني المصطلق وكان بني المصطلق قد جمعوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وكان قائدهم هو الحارث ابن أبي ضرار تمام فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك جهز الجيش لرد عدوانهم وتركهم بعد ذلك مسلمين شوف اختصر لك القصة وأسلم بني المصطلق وتزوج رسول الله ابنة قائدهم المسمى بجويرية ليقوي علاقته به تمام ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة أرسل إليهم الوليد بن عقبة تركزوني على هذا الاسم تركزوني على هذا الاسم الوليد بن عقبة تمام يقول لي أخذ الصدقات من أغنيائهم فيردها إلى فقرائهم يعني ليأخذوا الصدقة أو الزكاة زي طبعا هم طلعوا استقبلوا تمام لما سمعوا قدومه أو تهيئوا لاستقباله ويقول وخرجوا للاحتفاء به لكن كان بينه وبينهم شنو أحن قديمة وغل موروث يقول فرجع إلى يعني أكفت خلافات بينه وبينهم قديمة يقول فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يزعم أن القوم قد ارتدوا عن الإسلام وامتنعوا عن إيتاء الزكاة فكذب عليهم وافترع عليهم بأنه شنو ارتدوا وامتنعوا عن إيتاء الزكاة وأنهم وقعوا في الخطيئة العظمى هذا حتى باختصار فيقول غضب الرسول صلى الله عليه وآله وغضب المسلمون لغضبه فاتهيئوا شنو لغزو هؤلاء القوم باعتبار أنه ارتدوا ظاهرا حسب ما نقل هذا الفاسق زعم لكن النبي ما استعجل بالمسألة وانتظر أمر السماء يعني أمر الإلهي زعم يقول فطبعا اختصارا يقول ألفوا وفدهم فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وكانوا متهيئا لغزبهم متحفزا للمسير فقالوا يا رسول الله يعني بينوا موقفهم إنا ما خرجنا إليه لنقتل رسولك ما خرجنا نقتل رسولك حين بعثته لكننا خرجنا نكرمه خرجنا إليه نكرمه ونؤدي إليه ما عندنا من الصدقة فرجع ولم نجده ثم بلغنا أنه زعم إليك أننا خرجنا إليه لنقتله وإنا مرتدنا عن الإسلام شوف ما ارتدنا وإنا مرتدنا عن الإسلام وما امتنعنا عن الزكاة وما كفرنا بالله منذ آمنا تمام ولن سنخلنا عن الإسلام منذ دخلنا فيه يقول فرسول الله لم يستعجل في الحكوم تمام ما بين يعني ما بين الحق ويامن وإنما انتظر الأمر الإلهي فنزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون هنا أنا تكون القصة باختصار خلصت لأنها قصة أصلا مختصرة هنا أحطيك أهم الدروس والعبر تركزون عليها تركزون على الدروس والعبر أولا وجوب التثبت والتأكد أهم الدروس والعبر أول نقطة وجوب التثبت والتأكد من الأخبار وعدم إذاعتها قبل التأكد من صحتها لا يوجد أي شيء السمعة تقولها لا يوجد أي شيء السمعة تقولها أو تصدقها تمام بعد عدم التسرع تمام عدم التسرع في اتخاذ القرارات والأحكام وطبعا خير دليل على ذلك أو خير مثال هو ما قام به النبي صلى الله عليه وآله النبي ما استعجى ونمتظر الأمر إلهي بعد أن زواج رسول الله صلى الله عليه وآله من جويرية ابنة قائدهم أو ابنة الحارث كان مو لشيء شخصي وإنما لتوطيد علاقته بقومها وكذلك كانت أغلب زيجاته يعني زواجاته فإذن عدنا قلنا اسمه اسم هذا الفاسق هو الوليد نفس ما موجود اسم الفاسق هو شنو الوليد ابن عقبة الوليد ابن عقبة زين القصة صارت وهي ابن المصطلق تمام الآية القرآنية مو شرط كلها تحفظوها حفظوها بس الآية رقم ستة يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق إلى قوله نادمين تركزون عليها زين وأهم الدروس والعبر هم تركزون عليها وهنا سهلات أهم الدروس والعبر أنت شنو افتهمت من القصة لأن النقاط الأهم يعني موجودات بيها شوف حتى ستة مناقشة تكلم عن غزب رسول الله ابن المصطلق ومن قائدهم قلنا الحارث زين من أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله ليأخذ الزكاة وما كان فعله الوليد ابن عقبة وقلنا كذبه وافترى على القوم وقال بإنه شون رتده ومتنعوا أداء الزكاة زين تكلم عن انكشاف أمر الفاسق بعد واضح أذكر الآية كريمة جاءت بشأن الفاسق قلنا هاي الآية طبعا هذكر آيتين من الحجرات ستة وسبعة قلون تحفظون بس رقم ستة يعني هي أهم شي رقم ستة زين هنا ينتهي درسنا ما بشي كل التوفيق إن شاء الله وياساعدكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلا منكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله المرجع الإلكتروني للمعلوماتية طريقك نحو المعرفة